موسيقى السلام من الله عليكم مشاهدين الكرام و أهلا و مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحادث سيطرت قوات الجيش الوطني و المقاومة على معسكر استراتيجي شمال مدينة الخوخة في محافظة الحديدة و نقلت وكالة الأناضول عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش سيطرت على معسكر أبو موسى الأشعري بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي و لا تزال المعارك مستمرة في محيط المعسكر و أشار المصدر إلى أن المعسكر يعد من أهم المواقع العسكرية في الساحل الغربي و سبق و أن أطلق منه الحوثيون صواريخ على السفن و البوارج الحربية في البحر الأحمر خلال الأشهر الماضية سنتوقف مشاهدين عند هذا الخبر لنناقشه في محورين هل يمكن القول أن معركة السعادة الساحل الغربي انطلقت بالفعل أم أنها جولة لأهداف معينة و ستتوقف و هل تمتلك هذه المعركة من الدعم السياسي ما يمكنها للوقوف أمام المخاوف و الضغوطات الدولية هذا و اتهمت الأمم المتحدة تحالف العربي بقطع شريان الوقود في اليمن و قال المتحدث باسم آلية الأمم المتحدة لتحقق و التفتيش في اليمن قال إن قوات التحالف رفضت السماح بدخول ناقلات ميناء الحديدة مشيرا إلى أن التحالف قال مرارا قال إن الأولوية للغذاء فقط و كانت تقارير صحفية سابقة قد كشفت أن أكثر ما يصل إلى ميناء الحديدة من صادرات تتمثل بمواد البناء و السيارات مشاهدين قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوفنا سنشاهد سويا هذا التقرير و من ثم نعود إنجازات عسكرية متسارعة في جبهة الخوخة فبعد ساعات من سيطرة الجيش بدعم من التحالف على مدينة الخوخة هاجمت قواته معسكر أبو موسى الأشعري أحد أكبر المعسكرات التابعة للجيش اليمني السابق والواقع تحت سيطرة الميليشية في الساحر الغربي لمحافظة الحديدة وأحكمت السيطرة عليه المعركة بعد تطورات الساعة الأخيرة تدور إذن في محافظة الحديدة وسط توقعات بأن يواصل الجيش تقدمه باتجاه ميناء الحديدة والصليف الذين لا يزالان تحت سيطرة الميليشية قيادات الجيش الوطني في الخوخة كشفت عن أن الجيش يخوض معارك شرسة على مشارف مدينة حيس الواقع على بعد 28 كم إلى الشرق من الخوخة وسط توقعات بأن يتم خلال الساعة القادمة استعادة المدينة التي تتحكم بالخط الرئيس الواصل بين محافظتي تعز والحديدة على طريق تعز الصنعاء وبعون الله قريبا إن شاء الله سيكون الانصار القادم إلى محافظة الحديدة يأتي ذلك فيما يواصل الجيش تقدمه باتجاه مديرية التحيط الواقعة إلى الشمال من مدينة الخوخة الجيش باشر مهمات تطهير معسكر أبو موسى الأشعر من الألغام بعد أن وضع يده على كميات كبيرة من الأسلحة والدخائر والصواريخ التي كانت تطلق باتجاه المخى والجبهة الغربية لتعز وبالتحديد قرى ومناطق مديرية شمير المجاورة عشرات الأسرى والقتل هي حصيلة المعارك التي دارت خلال الساعة الماضية فيما رصد الجيش عملية فرار واسعة لمقاتل الميليشيا باتجاه الحديدة حقق الجيش الوطني في الخوخة انتصاراً في أحد أهم المواجهات العسكرية على خط الساحل الممتد من شمال المخى إلى مدينة الحديدة فالتجمعات العسكرية التي تتواجد في هذه المنطقة أقل أهمية من تلك التي كانت توجد في الخوخة ومعسكر أبو موسى الأشعري على وجه التحديد وفيما تشير التطورات العسكرية الأخيرة إلى إمكانية تحريك المعركة باتجاه مدينة الحديدة ومينائها يستبعد مراقبون اندلاعاً وشيكاً لمعركة تحرير الحديدة بما تشكله من نقطة تماسي مباشرة مع المجتمع الدولي الذي يظهر حساسية شديدة إزاء أي انهيار محتمل للأوضاع الأمنية في أهم ميناء لليمن على البحر الأحمر إذن مشاهدين نبدأ النقاش وينضم إلينا من محافظة مأرب المتحدة باسم الجيش الوطني العميد ركن عبدو مجلي سيادة العميد مساء الخير مساء اللور أهلاً وسهلاً بك أخي العزيز أهلاً بك سيادة العميد بداية لو تضعنا في صورة آخر تطورات في الساحل الغربي إلى أين وصلت المعارك هناك سيادة الله الرحمن الرحيم شكراً لك مرة أخرى وشكراً لقناة بلقيس أهلاً بك القناة التي تهتم بالشيان اليمني فكما تعلم ويعلم أستاذ المشاهدون أهمية مديرية الخوقة فقد حقق جيشنا الوطنية المسنود بطيران التحرف العربي انتصارات حاسمة وهامة في الساحل الغربي وجبهة الخوقة حيث تم تحرير مديرية الخوقة هذه المديرية هي أولى مديرية محافظة الحديدة وتتحريرها بعد أن استكملت قواتنا تحرير منطقة الزهاري وحش سالم والرمى والرويس ويقتل ومشق وتبعد مدينة الخوقة عن مدينة الحديدة 100 كم وبتحرير الحديدة ومن أهل استراتيجي سوف يقطع الشريان الإيراني الذي يمد الإنقلابيين الحوثيين بالأسلحة والمعدات المهربة أخي العزيز هذه مدينة الخوقة لها أهمية كبيرة حيث أن هناك فيها مرسى كانت تستخدم الميليسيات لتهريب الأسلحة الذي مرسى الصيادين كذلك هناك مرسى صغير أيضا في القطابة والحيمة والتي وصلت لها قواتنا قواتنا الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وصلت إلى بعد مديرية الخوقة وهي على مشارف مديرية التحيطة شمالا وعلى مشارف مديرية حيس شرقا نعم لكن سيادة العميد هذا التحرك مؤخرا في الساحل الغربي هل هو ضمن استراتيجية وخطة واضحة هدفها الوصول إلى محافظة الحديدة وتحريرها بالكامل أم أنه من أجل تحقيق فقط أهداف معينة بالسيطرة على مناطق معينة كانت تشكل مخاطر من نوع ما حقيقة نحن نسير وفق خطة مزمنة وخطة مدروسة وخطة مرتبة خطة استراتيجية ليست لتحرير الساحل الغربي في حاسبة بل لتحرير اليمن كامل من قبضة الميليشيات الحوثية الإنتقلابية الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الساحل الغربي وقبهات الخوخة يسيرون وفق هذه الخطة ونحن نقول منذ زمن أن جيش الوطني ينتظر الأوامر والتوقيهات فخامة الأخ المشهر بن سرادي رئيس الجمهوري القادر على القوات المسلعة بالإذان بإسلاح للقوات بالتقدم نحو الحديدة الآن نحن في الحديدة والقوات تتأحب وتجهز لاستكمال عملية تحرير الحيث ثم تحرير التحيثة والزبيد والقراحي والحسينية والمنصفية وتحرير كافة المناطق ثم الوصول إلى مدينة الحديدة لتحريرها وتحرير ميناه الاستراتيجي التي تتخذ في الميليشيات الإنقلابية الحوثية وكرا لتنفيذ عملياتها الإرهابية سواء في البر أو في البحر وتقوم تلك الميليشيات بزرع على الغامة البحرية وزرع على الغامة الأرضية على امتداد الشريط الساحلي وهناك طريقين طبعا طريق ساحلي بمسافة من المدينة الخوخة 100 كيلو متر وهناك طريق آخر شرقا يبعد من المدينة الخوخة إلى مدينة الحديدة 120 كيلو متر هذه الطرقات ستسهل تحرك القوات بشكل بسهولة اليوم الميليشيات الإنقلابية حقيقة منهارة وهي تنهار أمن ضربة الطيران والجيش الوطني كثير من الجبهات وهناك أيضا انضماء من طبائل تهامة ورجال تهامة الأبطال الأحرار إلى الجيش الوطني وهناك أيضا قوات كانت في صوف الميليشيات الحوثية تنظم تباعا في مختلف الجبهات إلى جيشنا الوطني نعم سيادة العميد تكرم بالبقاء معي فقط سأشرك معنا في النقاط سنضم إلينا المحلل العسكري علي الذهب السيد علي مساء الخير مساء مره الأسوة أهلا بك سيد علي لو بدأنا من التحركات الأخيرة التي حدثت خلال الساعات الماضية في الساحل الغربي كيف تقرأ هذه التحركات شكرا لك والسادة المشاهدين أهلا بك ولي ضيفك الكريم أنا أتحور أن ما يجري هو خطوة على طريق استعادة محافظة الحديدة والإنطلاق نحو بقية المحافظة الأخرى نعم لكن ما يخذ على هذا التقدم هو بطء لأن العملية التي بدأت على الساحل الغربي منذ قرابة العام من مضيط هذا المندب باتجاه دباب والمخى والخوخة يعني كانت لها أهداف تتجاوز الأهداف التي يهتم بها اليمني وليس دول التحالف وفق الأطماع أو المصالح الاستراتيجية والجيوسياسية التي تطمح عليها بعض الدول التحالف خاصة أن التقدم في هذه الجبهة محصور على دولة الإمارات العربية المتحدة ومجد قوة من الجيش السوداني طبعا الجبهات وإن كان هناك قوة من الجيش الوطني سواء من المقاومة التهانية أو من المقاومات القادمة من محافظة الجنوب نعم لكن سيد علي أن تتحدث هنا في هذه الجزئية عن قوة الجيش الوطني إذا ما تحدثنا من الناحية العسكرية هل لدى الجيش القدرة الكاملة في وضعه الحالي على حسم معركة الحديدة في الوضع الحالي هو الآن ما يدور من مواجهات هي ليست معركة حسم من عدة جبهات وبالحشد الكبير الذي استعيدت بهم مدينة عدن ولكن نحن نقول أنه خطوة في طريق استعادة مدينة الحديدة لأن معركة استعادة المدينة أو الميناء ستكلف الكثير وتحتاج الكثير من الحشد المادي والعسكري والمعنوي والإعلاني والسياسة هذا الأمر أكمل لكن هناك من يطرح أن المعركة أتت فقط التحرك الأخير هذا من أجل تأمين معسكر أبو موسى الأشعري وهذا المعسكر الذي كان يشكل خطر كبير على السفن والبارجات التي تمر في البحر الأحمر هل تتفق مع هذا الطرح؟ أهمية المعسكر هو لوقية معسكرية ولكن أنا لا أتصور أنه التحرك هذا الجيش من أي السيطرة على المعسكر لأنه كان مصدر تهديد على الملاحة المحرية يمكن للسوتيين والجيش المسند لهم أن يسند أن ينصب منصة تطلق صواريخ أو يطلق زوارق مسيرة آليا أو القيام بعملية إغارة على السفن أو هاجمة صاروخية من أي نقطة تتيش لهم ذلك هذا مجرد كلام لا يصدقوها أو لا يمكن أن يخيل رجل عسكري كل نقطة أو كل منطقة لها قيمة عسكرية وثورة هذه القيمة أو كبيرة لكن أن يكون هذا التحرك من أجل حماية السفن أو ما شبه ذلك أعتقد أنه غير منطقة لأنه بإمكان الحوثيين أو الجيش المسند لهم سواء كان في القوات البحرية أو الجهة المسندية لخبر السوحل ذلك يعني ممارسة القيام بأي هاجمات في عرض البحر من أي نقطة نعم تكرم بالبقاء معي سيد علي الذهب المحلل العسكري أعود لضيفي العميد روكنا عبدو مجلي الناتق المتحدث باسم الجيش الوطني سيادة العميد أوضحت لي منذ قليل أن هناك استراتيجية يسير وفقها الجيش الوطني استراتيجية ليس فقط لتحرير محافظة الحديدة وإنما لتحرير البلد بشكل عام وربما تحتاج إلى زمن طويل نحن لو ركزنا على التحرك الأخير والذي أفضى إلى تحرير مديرية الخوخة هل ستتوقف المعارك هناك أم أننا سنشهد خلال الساعات أو الأيام القادمة تحرك أكبر وأيضا تحرير مديريات والتقدم صوب محافظة الحديدة لا الحقيقة نحن كما قلنا السبب أن خططنا في الجيش الوطني تحرير الوطن اليمني من قبضة الميليشيات الإنقلابية بالكامل وأدلل قبل أن نتكلم على الساحل الغربي هناك انتصارات أخي في صعدة وتم السيطرة على عدد من الأماكن والمراكز الهامة وبالأخص طريق اليتمى البقع وهناك مناطق عديدة تم السيطرة عليها كالقوميشات ومخنقصلة وتبط الطلعة ومحقوبة والأقاشر مناطق هامة حققتها التقرب نحو الخطوط الهامة وأيضا يحقق التقرب نحو معقل راس الميليشيات الإنقلابية كذلك هناك انتصارات خلال نغفل أيضا انتصارات في الجوف وهي متزامنة مع الساحل الغربي حيث تمكنت قوات الجيش الوطني بإسناد من طيران التحارف العربي في محافظة الجوف من التقدم الكبير وتمكنت من تحرير عدد من المواقع الهامة بسنطقة الغريميل وتقاوز عرق الأبتر ووصلوا للخط الإسفلت ويقطعون الخط الدولي الواصل بين محافظة صعدة والجوف وخط الدولي الرابط بين صعدة والجوف وسيقطع امدادات ميليشيات الحوثية لقبهة العقب وهو يعتبر هذا إنجاز كبير في تحرير ما تتبقى من مديرية حبة والشعف الساحة الغربي نعود إلى الساحة الغربي على حسب سؤالك المهم والهام والقاد الاستراتيجية نحن ليس تحرير مدينة الخوخة ولا هي استخدر الهدف الرئيسي لقوات الجيش الوطني وتحرير مدينة الحديدة وميناه الاستراتيجي للأسباب أن الميليشية الانقلابية أولا تقوم بعملية الاختطاف والقاتل والتجنيد الإجباري والاختاء القصري لسكان الإقليم التهامي وهذا الإقليم غالبية سكان الإقليم بنسبة 95% يرفضون تواجد الميليشية الانقلابية التي تستخدم هذه الجرائم وتزرع الأرض ألغام وتزرع البحر ألغام أثرت على الصيادين وأثرت على المواطنين كذلك أخي العزيز أنها قامت بنهب وسرقة المعونة الدولية التي تاتينا إلى ميناء الحديدة فتقوم الميليشيات بنهبها وعدم إعطاها للفقراء والمساكيح المحتاجين فلتقوم بإعطائها ورسالها لقبهاتهم القتالية والتي تستخدم بالشعب اليمني هذا أيضا تطرقت إلى معسكر أبو موسى الأشعري هذا يعتبر المعسكر الثالث من حيث الأهمية بعد معسكر خالد بن الوليد ومعسكر العمري المعسكر أبو موسى الأشعري كان تموضع هذا المعسكر في مديرية الخوخة وهو له أهمية كبيرة وكان تستخدم منه الميليشيات الإنقلابية لضرب الصواريخ الباليسية على مدينة المخاء وكذلك تستخدمه وكرا لتمفيذ عمليات الإرهابية سواء في البر والبحر اليوم هناك تعاون ملموس ومنقطع النظير لكن سيادة العميد هذا التحرك هل نفهم منه أن قرار سيادة العميد هذا التحرك الأخير هل نفهم منه أن قرار تحرير محافظة الحديدة قد اتخذ بالفعل؟ بالفعل طالما ترى هناك واقعا على الأرض بتحرير نحن الآن في محافظة الحديدة لم يبقى نقول إلا مئة كيلو وهي في الحسابات العسكرية وفي الأرض المنبسطة والأرض المفتوحة يعتبر مسافة قليلة لتقدم وتحرق القوات وبلا خصة المعدة التقيلة هناك تنسيق وتنظيم التعاون بين الصيران المقابل هذا إذا ما استمرت المعارك سيادة العميد إذا ما استمرت المعارك ولم تتوقف عند حد معين لكن دعنا نتطرق هنا لمسألة إمكانية الجيش الوطني الجيش الوطني بالإمكانية التي يمتلك اليوم هل يعني صار يمتلك القدرة على خوض معركة الحديدة وما بعد الحديدة بالفعل لأن الفضل لله أولا ثم لدول التحالف العربي وفي مقدمتهم الملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي فعلا كان لها دورا في الإعداد والتجهيز والدعم اللوجستي المتكامل لجيشنا الوطني والذي أصبح أكثر روح معنوية عالية وقاهزية قتالية ومعدات حديثة قادر أن يتقاوز كل الصعوبات والعراقيل والتحصينات الدفاعية والألغام والعبوة الناسفة والشرايك الخداعية التي زرعت تلك الميليشيات الإنقلابية بعد اختراق دفاعاتهم في الزهاري والرويس وموشيق ويختل أصبح التقدم الآن بشكل أسهل من وقت نمضى لأن الميليشيات الإنقلابية وخلال توقف القيش الوطني في تلك المناطق في أطراف شمال المخاء دابت تلك الميليشيات على أن الجيش الوطني لا يستطيع التقدم وذلك من خلال زراعة الألغام لكن اليوم أصبح التفر أمام ضربات الجيش الوطني نحن اليوم أخي العزيز لتعلم أنت والسادة المشاهدين ونبشر من خلال قناة بالقيس أن الجيش الوطني سوف يتقدم وسوف يحرر محافظة الحديدة وميناء الاستراتيجي نحن على مشارف التحيطة ونحن على مشارف حيث والجميع يعلن بأهمية هذه الأماكن نعم أشكرك جزيلا على هذا الإضاحة سيادة العميد روكن عبده مجلي المتحدث باسم الجيش الوطني شكرا جزيلا لك كنت معنا من مارب أعود لضيفي الآخر المحلل السياسي سيد علي الذهب سيد علي من خلال ما لاحظناه في سير المعارك الأخيرة هل نستطيع القول أنه قد تم اتخاذ القرار فعليا فيما يتعلق بتحرير محافظة الحديدة ربما اختلفنا عن ماذا هدى إليه الأخ وأقول أن القرار الحسم باستلع أو تحرير مدينة الحديدة أعتقد أنه لم يتخذ بعد ولكن اتخذت خطوات على طريق تحقيق هذا الهدف لأن العملية العملية تدور على الصحة لا تعطي مؤشرات حقيقية على أن هناك عمل عسكري كبير تدعم فيه القوة البحرية والقوة الجوية وقد تكون هناك قد يكون هناك دعم الوجستي لدول أخرى كالولاة المتحدة في المعلومات أو الاستطلاع أو من هذا القليل كان حدث في معركة افتعدان أنا لا أعطي الأمر تهويلا لأني لست مسؤولة رسميا بحيث أنني أرفع معنويات جبهة القتال ولكن وفت الصورة الحقيقية هناك تقدم للقوات المنطوية تحت أو المنطوية تحت لواء الشرعية وهي مثلا القوات يعني من ألوية مكونة من أبناء تهامة وقوات قادمة من محافظة الجنوب وقوات سودانية وكحت قيادة إماراتي صرفها لا دخلها بالجيش الوطني ولا القيادة الجيش الوطني أبدا معروف هذا الكلام يجب أن وصف الأمور على حقيقتها لأن لهذه المسائل تباعت مستقبلية ويجب أن توقف بنظر الاعتبار التحالف الآن يخطو خطوات سيكون لها نتائج غير إيجابية مستقبلا بالفعل فمسألة اتخاذ القرار مسألة اتخاذ القرار لتحرير المدينة أو الميناء كما يتصور البعض أنه لم يتخذ بك لأن الهجمة التي يمكن اتجاه الضربة الرئيسية التي لو أريد لمعركة أن تدور لن تكون بهذا الاتجاه قد تكون في اتجاه توفر الجهد وتوفر الطاقات والإمكانيات وكل الإمكانيات التي ترصد للمعركة يجب أن توجه في الاتجاه الذي يضعف القوى المدادعة وفي ذات الوقت لا يمكن أن نغفل الدور الذي قام به الفلسيون خلال ستة الأشهر الماضية مع الجيش الوطني في رفض هذه الجبهات والاستعداد المعركة ويجب أن لا ننظر إلى الحصم أو الطرف الآخر بأنه طرف هزيل وأن الطرف الآخر يسكعد المعركة ويجب أن ربما التلويح المتكرر سيد علي التلويح المتكرر بقرب معركة الحصم ومن ثم يتم التأخر هذا يجعل الخصم يقوم بترتيبات أكثر في مسألة التلغيم في مسألة التعزيز وأمور كثيرة طبعاً بدون شك لأنه خلال الأربعة أشهر الماضية منذ أن وصل الجيش الوطني أو ما نقول عليه الجيش الوطني وصل إلى المحة وعلى مشارف الخوقة وصل إلى مشارف الخوقة أربعة أشهر استطاع الحركيون والوزيرة الدفاع اللي خاضعة لهم من رفض جدهة القتال في منطقة الساحل بما لا يقل عن ستة ثلاث مقاتل أيضاً هناك نتيح خلال هذه الفرصة تسليح الوحدات إعادة ترتيب صفوفها إعادة تموضوعها بناء تحصين الدفاعية بناء يعني إعداد استراتيات وخطط للدفاع عن العم للدفاع عن الطرق أشياء كثيرة نحن نحاول أن نتعمل بها بعاطفة للأسف الشديد كانت هناك فرص كبيرة ولكن أتمنى على أقول كل ما تم تأخر أكثر كل ما تعقدت المعركة أكثر في ساحل الغرب ومناطق كثيرة يعني النهم والجوف وغيرها من الجبهات وتعز أشكرك جزيلاً المحلل العسكري سيد علي الذهب كنت معنا من القاهرة شكراً جزيلاً لك سينضم إلينا الآن من الأردن المحلل السياسي سيد عبد الناصر المودع سيد عبد الناصر مساء الخير أهلاً مساء الخير أهلاً بك سيد عبد الناصر بالنسبة للمعارك الأخيرة في الساحل الغربي وهذه التحركات باتجاه الحديدة قرار سياسي أم عسكري يعني هو قرار سياسي عسكري لكن ليس بالضرورة من قبل السلطة الشرعية النائمة في الرياض يبدو أن هناك ترتيبات لخلق واقع جديد هناك أنبات تتحدث عن تسخير أرضية لقوات الحرس الجمهوري تنطلق منها للمناطق أخرى ربما يكون هذا هدف غير معلن حتى الآن الأمور تبدو أن هناك إرباك في صفوة الحوتيين بعد مقتل صالح يبدو أن هناك رغبة في استغلال هذا الإرباك في أكثر من جبهة وتحديداً هذه الجبهة التي يبدو أنها اخترقت على الحوتيين بعض العنبات تحدث أنا لا أستطيع تأكيدها ولكن ربما تكون تمضي في هذا السياق بأن تكون جبهة الساحل خاصة بمحسوبين على المؤتمر الشعبي على أحمد علي على الحرس الجمهوري يتم تجميحهم في هذه المنطقة ليتم ضرب الحوتيين من الغرب بهذا الاتجاه بحيث أن الجبهة الشرقية تبقى محسورة أو محتكرة للقوات الحالية التي هي هناك ولكن هناك طرح أيضاً لزعيم هذه الميليشيات بأن لا وجود لقوات تتبع علي عبدالله صالح أو أبن علي عبدالله صالح تساند معاركه في أكثر من جبهة هنا الحديث عن مسألة أن وجود الحرس أو أن الحوثي يعاني من تشتت حالياً بسبب أن هناك انشقاقات هل من المنطقة أنه بالفعل هناك أفراد قاموا بالانسحاب من الجبهات وتسبب في مسألة إرباك بأكثر من جبهة يبدو أن بعض الجبهات هناك وجود الأنصر علي عبدالله صالح في بعض الجبهات وليس كل الجبهات بعض الجبهات محتكرة للحوثيين بعضها الآخر هناك حاضنة اجتماعية إلى جانب القوات الحرس الجمهوري التي لا زالت تقاتل في الحوثيين وتحديداً في تعز وحولها وربما في مناطق الساحل الغربي الأمر المهم الآن يبدو ليس هناك من قوات تقاتل الحوثيين من الحرس الجمهوري ولكن كما ذكرت لك ربما تكون الخطة الإماراتية على الأقل وربما تكون بالتنسك مع السعودية وتهيئت منطقة خاصة بقوات الحرس الجمهوري وهي هذه المنطقة منطقة الساحل الغربي ليس بالضرورة أن يكونوا الآن هم في طليعة المهاجمين ولكن قد تكون الخطة هو رفض هذه الجبهة بمقاتلين من هؤلاء وضع قيادة جديدة في هذه البنطقة من أنصار علي عبدالله صالح وعلينا أن ننتظر لنرى ماذا سيحدث في المستقبل نعم سيد عبد الناصر عن حدة المواقف الدولية بدأت بالتصاعد تجاه التحركات ما الذي يمكن للتحالف عمله بهذا الصدد هناك رؤية يبدو من كثير من دول العالم التي لا تفهم الشأن اليمني أو أن لديها أجندات مختلفة ترى بأن الجو مهيئ الآن لعكب صفقة مع الحوثيين مدام أصبحوا هم المسيطرين على صنع وعلى هذه المناطق فمن الأفضل الدخول معهم في صفقة وتسوية بحيث يبقوا جزء من العملية السياسية والعسكرية وأن يمنح لهم الجزء المسيطرين عليه بشكل من الأشكال في هذه الظروف طبعا هذه الفكرة تبدو تحمل كثير من السذاج لأنه لا يمكن للسكان المناطق الذين هم تحت الحوثي أن يقبلوا سلطة الحوثي وليست هذه صيغة سلام في اليمن هذه صيغة فوضى تامة لأن هذا الوضع يعني أن هناك عدة سلطات في اليمن سترسخ نفسها لتخلق يمن مجزة يمن متصارع مع ذاته لهذا أيضا هناك بعض القوى الانفصالية بدأت تروج لهذه الفكرة بقوة وتقول بأنه الآن حان الوقت للتعامل مع القوى المسيطرة على الشمال والتفاوض والتفاوض معها للإنفصال والإبقائها في صنع كل هذه الأمور يبدو أنها ستتغير إذا حدثت التغيرات على الأرض وما يحدث الآن في الساحل الغربي ربما يربك هذه الأفكار ويخلق ظروف جديدة تخلق أيضا مواقف دولية تتناسب معها نعم أشكرك جزيلا المحلل السياسي عبد الناصر المودع كنت معنا من الأردن مشاهدين بهذا نصل إلى ختام حلقة ليلة من زوايا الحدث أشكر أيضا ضيوفي كان معنا المتحدث باسم الجيش الوطني العميد روكن عبد مجلي والشكر أيضا للمحلل العسكري علي الذهب كان معنا من القاهرة وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة ليلة زميل ماهر أبو المجد وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل حتى نلتقيكم في حلقة قادمة نترككم في رعاية الله وحفظا اشتركوا في القناة